موسيقى 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 نتابع MTV Live مع نيتر ومارك بيروتة واليوم بنا نحكي عن الأشجار المحلية أو اللبنانية صباح الخير كيفك اليوم؟ تمام ماذا الأشجار الحلوة؟ أكيد هولي دابتود منشوفهم بالطبيعة صح بس هل فينا نزراعهم ببيوتنا ببوية صغيرة إذا كبروا كتير شو نعمل فيهم؟ الفكرة هي أنه إذا بتطلع بالعبسير حولينا نحن بحالة مش حلوة أكيد وفي كتير مطارح منفقد الإدانتتات تبعنا أو نحنا شو ولبنان أكيد كتير أشياء بس كمان الغابات طبعه وشجراته اللي نحنا منعرفه الإدانتتات تبعنا ونحنا كمان بهذا الطريق مكون عم نفقد هويتنا ومكون يعني كل واحد يجب نحرب بمطرحه أنا بالنسبة له هؤلاء الشجرات هؤلاء اللي قد ما فينا لازم نحافظ بس تعطيك هيك شوية أرقام تقليك اللي عم نحكي عن هذا الموضوع لبنان بلد صغير بس بالطبيعة في كتير نباتات يعني ما عندنا مية بالمية الأرقام رأعطيكي آخر بعد الدراسات في لبنان أروند ألفان وستمائة وسبعة نباتات منهم أربعمية ما في منهم بالعالم غير بلبنان سوريا وفلسطين وفي تسعين تقريبا يعني بلاس أو ماينس ما في منهم بالعالم غير بلبنان هؤلاء أغلبيتهم نباتات صغيرة بس بلبنان كمان في شجر وشجرات ونحنا ما منشوفهم غير بالغابة وأو قاتران بسير كتير مطارح منشيل الغابة منزرع أساس مانة جاية من هون محلون وأنا بالنسبة له هيدا مشكلة يعني تعطيك مثلا كتير من نباتات الزينة اللي نشوفها عطرات إن كان مثلا لنقول الجاكراندا حتى نباتات الأوقات اللي هنالفروتس يعني الرمان الحمديات الأكدنة وكلهم منهم شجرات من عندهم وشعني ملازم منيح وتنوع حلو أكيد وكل هيدا بس كتير مطارح كان نحنا ما نزرع الشجرات اللي نحنا عنا إياها الأرزي الأوقات منزرعها أكيد وهيكا شوح في شوح وهالشيكل ولو لي ما كنا نزرعهم مظبوط لأنه يمكن يمكن لا نقول يعني ديفنس طبعا مش ما نكون عم ننزر على حدا يمكن المشاتل اللبنانية ما كانت تحط عندها هول شجرات يعني تجي على المشتر البناني شو عندك بفرجيك مثلا سبا جاي من أوروبا حتى الأرز جاي من بره نحنا عنا هيك فكرة أنه كل شي جاي من بره يمكن أحلى وأجمل ولكن لا نحنا عنا فالهدف نال الحلقة ومش بس كمان تقول لي مهم يعني مثلا أنا اللي عم ندعيم بهذا الحلقان نحنا نقوات نحفز على هويتنا حتى من خلال الزرع أكيد زراعوا شو ما بدكم بجنينتكم أكيد فأول شي إذا ما نحكي نسأل إذا هذه الشجرة محلية يعني تعاليك شو الفكرة الفكرة أنه لما نكون عم نزرع بفوري إذا عم نزرع مثلا مع بلديات إذا عم نزرع مع الدولة هالإشياء كله لازم نحافظ على شجرات اللبنانية هلأ بجنينتنا كل واحد إليه حقا يعمل شو ما بده أنا عم بدعيون أنه على قليلة شجرة اثنين ثلاثة تكون من الشجرات اللبنانية وقابل هيدا اللي عنده جنينة فيها شجر بعقد طالع بالطبيعة ما يقصه ترجع يزرع يعني بكل عنده سندينة بتعقد لجيبه شغلة زخطورة وهيك فهلأ هيدا هيدا الشي عنده كتير أهمية بسحبلش قبل ما نقول ليه مهم نزرع نيتف تريز قول أنه صار فيه أكتر أكتر من مئة نوع من هات 3000 نوع نباتات إن كان الشجر شجرات والنباتات صارنا نعمل إيهم بالمشاتل وهنا فيه يعني أنا بالنسبة لي هؤلاء الأشخاص اللي عم يزرعون يلي هم يقررون لديه شيء هنا أبطال يعني ما نستطيع نسميهم ونعملهم دعاية سأحكي شوية عن النباتات رح بلش بالشجرة لحدك الكبيرة الحمرة اللي تيش تبعها هيدا هلا أنا ما بقدر جيب أكيد أكبر مشان نفرجيها بستوديو بس هيدا تقريبا شجرة الوحيدة باللبنان اللي تيش تبعها حمرة سواليك أديا حلوة شو حلوة وتخيلها لما تكبر أديا بتصير حلوة تعطي كتير وراء كتير هلأ هي لأنها صغيرة شو اسمها هلأ بالعربي اسمها أطلب بالفرنسيوي اسمها أربوزير بيسموها بالإنجليزي ستروبري تري عنا نوعين عنا النوع اللي تستام حمرة بتنع تشوفيها قدامك أو عنا النوع اللي بيقشر كتير حلوة يعني بتروحي على كل أوروبا بتشوفيها بتطلع من تحت جريب ايه بتطلع هيك ألوان خضرة وهيكي الفكرة هي كمان سامبول تبع إيطاليا لأنه عالم إيطاليا هو أحمر أبيض أخضر هي ورقاتها خضر الاستام حمرة وزهرتها بيضة سوالتر هي سامبول عندهم ما بتطلع بالطبيعة عندهم ما بتطلع بالطبيعة عندهم فالأطلب هي وفي كتير رديعة في لبنان اسمهم من نقول جاي نأطلب دهر الأطلب مناطق معينة يعني معروفة كتير هي هالشجرة بتكبر منيحة همدوسها بالعشر متر بالرياحة شجرة كتير حلوة حتى الفوايكة تبعها بيتاكل فيها تعيش اندورس؟ لا هيدا شجرة معمولة لبرة يعني ما أنا معمولة أكيد للاندور بس أنه إذا بتكونها تتمشي بالطبيعة وبتشوفها شجرة لاستمتها بقى حمرة الأطلب هي واحدة منهم شجرة كتير حلوة أنا عم بيلك أنه في أكثر من مية اليوم أنا نقات جيب مع ستة على السوديو تنحكي عنهم سنبتة حتى عندها فوايكة بيحبها النحل فوايكة تبعها بيتاكل وعندها نوعين بلبنان كتير عمقلك وحلوة فيها تكون هي شجرة مزينة ولما تكبر تكون رائعة يعني عن شد أنا وأوريجينال مية بني انيك صح لحديك الصغيرة وهون خلان نقول عنا كتير أشياء هيدا باللبنانة منسميها حنبلس أو ريحان هلا وين الغلطة بتصير ريحان في ناس بيسموه الحبق ريحان بس الحبق من شتلة لبنانية لما أنت تكون عم بتقول عين الرحانة كضايعة ونحكي عن هاي لأنه هي بتطلح الماء وهلا حنبلسة ستاف هي واحدة من أهم النباتات بالعالم كل شي فيها بفيد يعني هلا أكيد عندها أساس كتير مهمة بالميتولوجية أفروديت كانت تتخبى وراها في كتير أشياء عنهم يعني مذكورة مع الأديم هي نبتة عندها رموز دينية كتير كبيرة عندها زهرة كتير حلوة الفواكة تبعها في نوعين وبيتاكل وبينعمل منها ليكور وبينعمل أشياء طوبية وبينعمل البوردور يعني إذا حدها باللبنان تلعب له يزرع نبتة نسميه نيتف يعني مستوطن من الطبيعة من لبنان تكون حلوة خضرة زهرتها حلوة تنعمل البوردور إلا ريحة عندها ريحة كتير حلوة كمان لأنها ريحة أنا أتبتك خاصة أن هي مزهرة يعني الزهرة هلأ ما كتير فهذا من أحلى النباتات يعني أكيد ما بتكبر هي شجيرة أربيوست يعني بتعلى هلأ في منهم بيعلوا أكيد أكتر بس أنه أفرول نحنا منزرع الحنبلسات يعني لا مترين ثلاثة مش أكتر هلأ في ناس بتقصها كشجرة بس أنه هي عادة شجيرة زخطورة استعمالات الطبية لا تحصى أكيد ما نحن نحكي هلأ عنهم مثل تعمليك بنعمل مننا ليكار بنعمل مننا كتير أشياء كمان وحلوة يعني لك الأخضر طبعا نعمل السابول والسكنة ورأة مروسة هيك بس كتير تراية يعني ما بتحس أنه مثل الشوك بس لا صح وتعليك بس كمان لأنه كتير بيسألونا هذا السؤال من اللي عم تحكي عن ورقاتها ولما يشوفها الفواكة طبعا هي بالفرنساوي اسمها ميرت ما إلا عليها بالميرتي الميرتي هنا البلوباريز وهو للعائلة هنا ما إلا عليها هي الحن بلاسة أو رحان ميرتي يعني بتنكتب ميرت ومشربوا تيزان ورقات هلا مش تيزان أكتر كم أمريك بنعمل مننا ليكار بنعمل منه أشياء طبية بس أنه مش معروفة لهذا الشيء الفواكة طبعا فيكون أبيض فيكون أسود ويشبهوه مثل ما أمريك بالبلوباري مع أنه ما إلا عليها أفيا منشوفها على السحر نشوفها على الجبل كتير طيب ومنعمل منه أشياء طبية وليكار يعمل ديسر كمان هلا عندي كربتة تحتك كمان هي اليوم نحنا تعفل عنه بستوديو وهلا نحنا بالربيع كمان ما جبت الصور لما هي تكون هي كبيرة بس هيدا من أحلى الشجر اللي نحنا ما نشوفها عنا بلبنان اسمها فيتاكس أجنوس كاستوس بسموها فلفل الراهب هي ليه معروفة؟ معروفة أن أول شغلة زهرتها كتير حلوة لك ورقتها هذا حلوة عندها زهرة رائعة بتشبه الزهرة تشبه المليسة لما تزهر يعني كتير عندها كمان فواية طبية هي بتطلع حد الماء مش زيت الشياء عندها أشياء تانيين يعني بس واحدة يعني إذا حد ينبش يعني مثلا وقت حكينا على الأطلب كنا نحكي عن شجرة تكون حمرة واستام تبعها حلوة عندما كنا نحكي عن هذا واحد كنا بنبش على شجرة لبنانية عندها فواية حلوة عندها زهرة كتير حلوة يعني إذا حدا بيكتب فيتاكس وبيتطلع على الصور إذا حلوة هيدا النبتة من أحليهن لما بتزهر زهرتها في هيك على أبيض عروز عموف يعني حسب كمان شجرة كتير حلوة أنا كتير بنصح يزرعها بتلاقيها بالمشاة الأورنومنتر هيك أنا رح أحكي عن هوت نانية لحده أوكي يلا فرد مرة هيك نحكيهن سوا يعني عادتاً نحنا بالكتير حلوة وعاطية وراء خضر طاردة جديدة عادتاً نحنا أنت قلت بأول حلقة لما أنا قلت عن كونيفرس أو شجرات اللي بدلنوا الخضر يعني هن معروف الأرز معروف الشاربين شوح معروف كمان السنوبر وهيك هون الشجرتاني لحده أنا لأقل من أهم شجرتان بلبنان يعني في ناس بيزعلوا لما أقول هذا الشيء بس هده رأيهن بأهمية الأرز للبنان هون عنا الشوحة اللي هلا كانت مبينة اللي هي السبان المظبوطة واللي حدها هي يعني ملكة إذا بدك جبال لبنان اللي الزابة ثم نسمع عن اللي الزابة نسمع عن شوح وعادةً ما منعرف كلنا طب هؤلاء موجودين عنا وبلشنا نزرعون هؤلاء الصورتان هنه هؤلاء بس في منهم من لبنان؟ لا هنه مش بس في منهم من لبنان موجودين يعني الأقل رح أقلك عنهم على السريع الشوحة اللي هي هده الزابة الشوحة هي اسمها أبيا السليسيكو موجودة بمنات البلدين حد لبنان يعني زباديك هيدا هي هاي بس هي الشوحة الموجودة بلبنان بالطبيعة وتألك شغلة من بعد أهدن ما فيه شوح بيطلع يعني الشوح عالمياً وقف بأهدن ورايح سوى بالشمال سوى بعكار فيه شوح بعقد بغبات أموعة وفنيدة بكل بكارمشباط يعني هوني كان موجود الشوح كتير عنا كمان أوكي سوى الشوحة يعني أنا هيدا الشي ما بقدر أفهمه كتير لأنه نحنا عنا مناسبة كتير مهمة اسم الميلاد نوال وعادة منجيب شوح من بره طب هيدا ليه مهم يصير منجيب هيدا الشوحة اللبنانية اللي عنا يهي أكيد يلي منكبرو بيصير في ناس عم تكبرو وبيصير ينبي على نوال زي النوال مجا عم نزرعهم بغباتنا أو بجنينتنا لابنة روح نجيب بس أبيس نورمانديانا وهالأشي كلها ونحنا عنا هالشوحة الحلوة اللبنانية اللزابة اللي حم نحكي عنا هي عجيبة الطبيعة بليبنان كمان ولا شجرة من هو بس موجودة عنا بس هنم مهمين عنا رح قيلك شي سريع اللزابة عنا ما بعطي حقه ولا مرة قد ما أحكي عنا الأرز اللبنانية استاف تطلع بالطبيعة من الألف متر لألفان ومية ألفان وميتان اللزابة هي رفيقتها بتبلش معها الألف بس تطلع لحد الألف وتسعة سو من ألفان ومية لألفان وتسعة ما في شجرة تاني بتقدر تكون تكسل جبال لبنان قد للزابة الأدة هي مهمة وما منعطي حقه قد ما نحكي عنا مشكلتها للزابة أنه ما عم نقدر نزرعها بالرياحة وحتى لو زرعناها ما عم فينا نرد على الطبيعة سو كتير لرات لرات العالم اللي عندهم لنقول جنينات بالأرز باللقلو بجبال أنه نوقف نجيب أرز أوروبا ونزرع ونزرعه للزاب ونزرعه أرز لبنان ونزرعه شوح هذا ما نجرب أكيد نحكي عنه اليوم وهون لدينا بالنسبة له هي طوب طوب يعني الشيء الكتير يعني اليوم هي الجول طبع اليوم هي هالسنديانة اللي عندها هون سو نحنا هلا أنا قلت سنديانة وأصد رح قولي لأنه باللبنان كل السنديان عزر مالول باللوت كل هولي هنه شان بالفرنساوي أو كوركس باللاتينة بس هيدا اللي عم شوفها دائمنا هي من الكتير نادرين وكمان صرفي منهن يعني عادة ما كنا نلقي هالكوركس أو هالشان بالمشاتل هلا صرفي منهن هون هيدا يعني غاليين لا لا منهم تير غاليين يعني بجعب إليك هنه نيتف يعني بروح هون كل البلنتات اللي هلأ حكينا عنهن ما فينا نحطن اندورس حتى لو هيك صغار لا هولي كل هنه جاي من الغابة الليبنانية بس كتير منهن بيعيشوا على الساحل كتير منهن بيعيشوا على الجبل بيعيشوا بالبويت نحن نحن عايشين بالبويت لكن الأطلب يلي هون حدي يكسر عمره تقريبا سبع سنين وهي عايشة بالبو هلأ أكيد منهن زبناهن يكبروا بنزرعهم على الطبيعة بس أنه عم ندعي الفكرة من الحلقة أنه نزرع قد ما فينا شجر مستوطن شجر من عنا مثل عم أقول ما في أن مش أنه ما تزرعوا شي تاني بس أنه ما زالهم موجودين قبل ما كانوا موجودين ليه ما عم نزرعهم ليه ما عم نعتد شانس المزرعين أو الجمعيات اللي هي عم تزرعوا الشجرات أنه ما عم بيعملوا شيء الأصول لبلدنا ونحافظ عليه مزبت ليه بدأت تكون غاباتنا أطلب وسنديان وأرز وكل هول نشيرهم نحطهم نحولهم للشي تاني هيدا الفكرة هيدا الهدف من الحلقة أنا بنحكي عنها وهيدا السنديان القطعة قبل أنا بجعب أقول نحن عادة معاودين باللبنان نقول سنديان أو بلوت للشان اللي بدأ الوراء أخضر بس هن زات العائلة يعني الملول والعزر والسنديان وكل هولي هن كلهم نشان مشان هيك أنا ما أفض بالتفاصيل الكرميل يعني السنديان ما تضيعنا لأنه أفضل هولي بتعرفهم لأنه السنديان أو هالعائلة هن اللي عندهم بلوت يعني هيدا الفكرة الأساسية في منهم ورقهم صغير وبضال أخضر فيهم ورقهم كبير وبهر في منهم مبهر بس هيدا عائلة كبيرة سو هول أنا معي سافة ستة من أكتر من مئة شجرة أو شجرة سنلقيهم أو حفظة لبتات صغيرة هن الليبنانية فصرنا نزرعهم أشجار محلية خينا نزرعهم وخينا نشجع غبيتنا أكيد شكرا مارك على المعلومات شكرا للمشاهدة وشهدين وقفة وأنا برجع أشوفكم على 11 مع شيف بير أبي هيلة بي واتس كوكينغ شكرا للمشاهدة